مرحبا معكم كارمين شماس كيف بدي يكون يوم السبت 27 شباط فبراير اليوم الأمر موجود ببرش العذراء واليوم في عنا فلمون بتمام الساعة 8 و 3 صباحا التوقيت العالم يعني 10 و 3 صباحا توقيت بيروت بيكون في مواجهة بين الأمر والشمس الشمس ببرش الحوت الأمر ببرش العذراء فكيف بدي يكون هذا اليوم يلي مفروض يكون يوم مقوي جدا داعم جدا لموالي برش العذراء الثور وأيضا مواليه ببرش الشدي وكذلك مفروض يلي بتقدر تستفيد وتاخد دعم أوي منها الأمر الفلمون موالي برش السرطان وموالي برش العرب كيف بدي يكون نهارنا البداية مع برش الحمل موالي برش الحمل هالنقطين الأمر برش العذراء والشمس ببرش الحوت بالنسبة لكم نقطة منها الأدية كتير قوية بالعكس راح بتشغلكم راح بتعبكم راح تطلب منكم الكثير من الاهتمامات اليومية الروتينية حتى بتاخد من صحتكم بتاخد من تعبكم بتحسوا حالكم انه ملحوئين كل نهار عم ترقدوا ترقدوا فنصيحة مولي برش الحمل ما تتعبوا حالكم كتير في هذا اليوم عدوا ورتاحوا بالنسبة لابرش الثور من الايام الحلوة جدا 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 في هذا الشهر وقدرين تختموا شهر شباط فبراير بطريقة لامعة براءة ناشحة 200% من اجمل الايام واكثر الايام حظا اعتبر انه طاقة هالفولمون من برش العذراء طاقة مغذية للمعنويات وللعواطف وايضا لفرص النجاح من اجمل الايام واكثرها حظا لكن اذا كنتوا من موليد 18 و19 ايار مايو كونوا جدا حذرين لانه كوكب المريخ موجود حد برش كون وقد يجلب المشاكل فرجاء انكونوا منتبهين بنتقل لبرش الشاوساء مولي برش الشاوساء وجود هالامر الفولمون على محور برش العذراء وبرش الحوت بالنسبة للكم بيشكل علامة فارعة بيخلي انه عطلة الاسبوع تكون عطلة فيها من جميعه فيها من جميعه من كل شيء تعب ركض اهتمامات شغل منزلي شغل عائلي شغل للمكتب فهذه فترة متقلبة نفسيا جسديا صحيا فكونوا حذرين ما تخلوا يصير اي مشكل لانه المشكل هلأ ما قولي يعمل مشاكل كبيرة يعني بيقزمة وقتلي منهي القصة هالأدفة ما تعملوا من الحبة ابي ضلكم رايقين والاكثر حظا 29.30 ايار مايو 6.87 يونيو بالنسبة لبرش السرطان موليد برش السرطان الاجواء اليوم كتير حلوة تأثيرات الفولمون بالنسبة للكم بتغزي عقلكم وافكاركن وبتعطيكن نسبة نجاح احتمالات النجاح هائلة جدا هائلة جدا مستقويين على الجميع الشمس دعمتكن فيه ناس دعمكن حتى المشتري من برش الدلو كمان دعمكن فالأجواء ولا أحلاء من هيك مضوى الأمر فولمون في برش العذراء فيكن تتوقعوا خبر رسالة مكتوب او اي مفاجأة سارة كلكن محظوظين اليوم بشكل خاص 28.29.30 حزيران يونيو بنتقل لبرش الأسد موالي برش الأسد هذا الفولمون مضوع على بيت المال ففي احتمال انه كتير يكون فيه عن موالي برش الأسد اعادة خلط الأوراق وتصفية حسابات او البدء بترتيب الأمور وغربلي مش بس للأمور المالية للكثير من الأمور اللي اخدي محل بحياتكن أشخاص، أفكار، عتاية، كتب، مجلات، كل هالأمور بلشو ترموها حتى فيه احتمال انه معتقدات عن كونيها بلشو تخلصوا منها لأنه الأمر فولمون فحضروا حالكم موالي برش الأسد لهالجردي وما تخافوا تتخلصوا وترموا من هالبقايا من هالإشياء السلبية واللي اخدي محل ومش نافعة الأكثر حظنا سبعة وثمانية آب آسطس بالنسبة لبش العذراء ومع وجود الأمر ببرش كون فولمون مرة واحدة بالسنة بيكون فيه هذا الأمر الفولمون فيكن تقولوا موالي برش العذراء أنتم الأقوى بين كل الأبراج أنتم الأقوى الأكثر قدرة على إدارة عمالها وإدارة عمال الآخرين القرار بإيدكن عليكن أنتوا تقرروا شو بدكن صلى فترة القصة حوالي 6 شهر الأمور واقفي أو ما عم تتقدم ما عم تتقدم يعني تقريبا من يمكن تكون كاينة حتى من عيد ميلادكن تقريبا فهلأ الأمور عم تمشي هلأ عم تمشي هلأ أخدت دعسي فأولكم موالي برش العذراء اليوم وبكرة في احتمال أنه المسائل اليوم يعني عن السبت في احتمال أنه المسألة اللي أنتوا بدكنيها عم تشتغلوا عليها في احتمال أنها توصل وتصير بإيدكن فنهار جميل جدا للجميع بشكل خاص 3031 أب أغسطس 19 و 20 سبتمبر بنتي الله برش الميزين يلي اليوم نهاره بطيء جدا بدو ينطر للتانين أو للتالتة لحتى يرجع ياخد القوة وقوة الإيرادة وياخد الجواب اللي بدو يهيه اليوم هو يوم بطيء قد يشكل تعب جسدي تراجع جسدي صحي كونوا جدا حذرين في احتمال يكون في خربطات التباسات وتراجع في الأراء تراجعوا في الصحة في الأرباح كونوا جدا حذرين عدوا عقلين وما تجيزفوا المجيزفة مش وقتها بأتيتا فتاحوا خلوا عطلة الأسبوع هي للديتوكسين للراحة للهدوء لتحضروا تيفي لتحضروا إشياء بتحبوها لترلكسو يعني ريلاكس فقط لغيره بالنسبة لبرش العقرب يوم رائع حلو كتير لمواليد برش العقرب بغذيكم هذا القمر من برش العذراء بغذيكم بالدعم المعنوي بأمور لا شعورية تمرق عنكم بهذا اليوم يمكن مسألة بتقروا بتقروا عنها حدا بيتصلوا فيكم حدا بيخبركم خبرية بتصلكم خبرية عن فولين عن فليتين عن فليتين فهناك نوع من تسلسل في الأحداث يلي بيرفع من قوتكم الثقة بنفسكم وبيعطيكم الكثير من النجاحات فرص النجاحات مهمة جدا لأنه أمر فولمون احتمال أنه تاخدوا قرار بإعادة نظر بفكرة بمعتقد بانتماء إلى مطرح معين إلى نادي معين أو جمعية معينة أو تغيروا رأيكم كليا نهار ممتاز جدا كلكن محظوصين بشكل خاص مواليد أكتوبر بنتقل لبرش القوس اليوم مواليد بش القوس بتقعوا تحت تأثيرات هذا الفلمون وكأنه واجبيتكن موجودة قدامكن عم بتواجهكن وجهاً لوجه ما بتقدروا تغضوا النظر عننا ما بتقدروا تزيحوا عننا هناك مع مواليد بش القوس نوع من مزاجية نوع من تراجع في المرحق الشعبي لكن إذا ضغطوا الأسلوب اللي تبعتوا اليوم منه كتير رايي احتمال انكن تنزعوها تنزعوها فبعد ما كانت الأمور ماشية بشكل كتير حلو انتبوه ما تنزعوها كلمة منكن ساخرة أو ناقدة حتى ولو بمحلة معقول اليوم تنزعها بعد ما وليد بش القوس لأنه فلمون بعد ما وليد بش القوس يمكن يكون عندهم موعد كتير 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 مهم يمكن لقاء كتير مهم أو اتصال كتير مهم أو ايميل كتير مهم فكونوا جاهزين خاصة ناتمانية وتسعة ديسمبر كمل مع مرشل شدي من أروع الأيام وأكثرها حظا في هذا الأسبوع وفي هذا الشهر الأمر فلمون في البيت التاسع عبيعطيكم مجال لحتى تتجرقوا وتفتحوا الباب البابين إذا الباب له درفتين تفتحوا على مصرعية الأجواء رائعة جدا لموالي برشل شدي لأحد يقاوم سحركم المعنوي وطاقاتكم الفكرية وطاقاتكم ومكانتكم نسبة الحظ عنكم ولا أروع من هيك تتقدموا بخطوات ولا أكبر من هيك الحظ معكم 200% والتفاعل معكم كتير مهم مع احتمال أنه يطلع لكم مفاجأة صارة جدا للكل خاصة موالي 29 30 31 ديسمبر فيكن تكونوا الأكثر حفظا بنت إلا برش أدلوا بالنسبة لابرش أدلوا الأجواء عند موالي برش أدلوا اليوم هي لتصحيح الأمور وليعادة الاعتبار لألكم لحتى أنتوا ترجعوا تهتموا بحالكم لحتى أنتوا ترجعوا توثقوا بنفسكم لا يوجد أي دليل ضدكم لا يوجد أي شيء عم بيعاكسكم لا يوجد أي مسألة ناوي أو ضروري تكون ضدكم فموالي برش أدلوا اليوم أنتم أشخاص وصلتوا على مطرح عم بتناقشوا عم ترجعوا تسمعوا فيه إشياء معهم حقفية فيه إشياء أنتم عندتوا فحان الوقت أنه تكونوا عقلكون كبير اسعوا إلى الحل الوسط اليوم لحتى تقدروا أنتم تطلعوا ربحانين وانتبهوا اليوم سبت يعني فيه كتير ناس ما عم تشتغل فانتبهوا من أي مساومات الكلام المعصول انتبهوا منه هذا اللي بدي أقوله على أكثر حظا فيها تكون مواليد خمسة ستة أيضا مواليد ستة سبعتاش واثمنتعش بعد فبراير كونوا حذرين ثمين عشرين تسع عشرين كانون الثانية ناير بنت إلا برش الحوت اليوم مواليد برش الحوت الأمر موجود فلمون مع بيلكون مرة وحدة بالسنة بيكون عنا الأمر فلمون هذا معناتها أنه أي علاقة عنكنيها عتلقنين همة ملنا زابطة ملنا مريحة لألكون بدكن تطلعوا فيها يمكن مسألة مهنية مسألة تراتب مسألة يمكن عم تشتغلوا عليها مع حدا بالشغل كوليغ لألكون زميل لألكون أو يمكن تكون أي شيء مثلا حبيبكن شريكم بالحياة العيلة الأهل ففي بعض الاستفزازات تكونوا حذرين بعض مواليد برش الحوت يمكن يرتبطوا فعليا يعني يمكن جاوزوا فعليا يمكن يوقعوا اليوم عقد معين أو اليوم ينبت فيها بشكل كتير أمر فلمون معناتها في طبخة استويت الأكثر حظا هي مواليد هي مواليد 22-23 شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقوله لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة قد تجلب الكثير من الأفريقاء اللقاءات المعارف يمكن حتى يكون في مجال يصير في شراكات ويمكن حتى تنفك شراكات فبكون تكونوا حذرين خاصة يلي عنده علاقة من هالأدية مستقرة يلي عم يبحث عن ارتباط أكاديمي أو ما غيره احتمال أنه يتم ويصير وهيدي السنة عم بتحضر للسنة التالية يلي رح بتكون كمانا كتير حلوية أدار مارس أيار مايو حزيران يونيو تموز يوليو أب أغسطس أيلول سبتمبر ونوفمبر من أهم الأشهر بيتمني لكم يوم سعيد إلى اللقاء باي باي